نسيب بقى أمم إفريقيا وسريعا جدا جدا طبعا ما نقدرش نغفل أن هناك بطولة كبرى بدأت النهاردة هي كأس العالم للأندية بأبو ظبي الحبيب ونهاردة فريق الإمارات الجزيرة فاز على فريق تهيتي أربعة واحد ماتش النادي الأهلي بمشيط رحمن يوم السبت النادي الأهلي كان بعد خطاب قبل كده للاتحاد الدولي المباراة بالمناسبة الساعة ستة ونص بعد الدهر مباراة الأهلي ومنتيري المكسيك كان النادي الأهلي بعد خطاب قبل كده للاتحاد الدولي عشان يطلب التأجيل الاتحاد الدولي رد عليه من يومين وقال له أن احنا عملنا كل جهدنا عشان نغير المعاد ولكن الأمر بالنسبة لنا كان مستحيل مع تعنت الاتحاد الإفريقي في تغيير مواعيد بطولة أمم إفريقيا ده كان الرد الخاص طبعا بالنادي الأهلي النادي الأهلي كان مفروض قبل مباراته بـ 48 ساعة يبعت قائمة الثلاثة وعشرين لاعب هو بعتها بالفعل وهقول لها لحضراتكم الثلاثة وعشرين لاعب بتوع النادي الأهلي اللي هيكونوا متوجدين إن شاء الله قدام حضراتكم على الشاشة علي لطفي، مصطفى شبير، حمزة علاء، حمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد مغربي، علي معلول، محمود وحيد، كريم فؤاد، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمر السلية، محمد شريف، أحمد عبدالقادر، لويس ميكسيوني، حسين الشحات، أفشة، زياد طارق، وليد سليمان، أيمن أشرف، وطاهر محمد طاهر يعني مجموعة جيدة جداً موجودة من اللاعبين يستطيع النادي الأهلي